بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مصطورا وإذا خذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا ضئيضا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعدني الكافرين عذابا نيما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغتنا بصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتنيا مؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستادن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يعيدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من قطارها ثم سئل الفتنة لأتوها وما تنبثوا بها إلا يسيرا ولقد كان معاهد الله من قبل لا يولون لدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصبكم من الله إن راد بكم سوءا وراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا هلم إلينا ولا ياتون البأس إلا قليلا شحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سنقوكم بأنسنة حداد نشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يات الأحزاب يودون وأنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم لآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زاده إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قبيا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقدف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وأورثكم أرضا وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي أقول لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أومتعكن وأسبحكن صراحا جميلا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار داخل فإن الله أعد للمحسنات منكم أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكم بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نوتيا أجرها مرتين نوتيا أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النسائين اتقيتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية نولا وأقمنا الصراة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقالتين والقالتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابلات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا تكون له الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله بديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على الأمين حرج في أزواج أدعيائهم وإذا قضوا منهم وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكة ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعدناه أجرا كريما يا أيها النبي وإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتموا الأؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي وإنا أحللنا لك أزواجك أزواجك التي آتيت أجورا وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن راد النبي ويستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكة إيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتقوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحفل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يوزن لكم إلا أن يوزن لكم إلى طعام غير ناظرين إلىه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يوزن بي أفيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تهذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجا من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبنائهم ولا أبنائهم ولا نسائهم ولا ما ملكة إيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يوذون الله ورسوله لعلم الله في الدنيا ولا آخرت وأعد لهم عذابا مهينا والذين يوذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرشفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ونيا ولا نصيرا يوم تقلب وجوهم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا لمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن أحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ترجمة نانسي قنقر